مرحبا يا رفاق اسمي كاميليا بيل فتاة صغيرة فقيرة لكن حدثت بعض الأمور التي أجبرتني على أن أتنكر كفتى وأذهب للعالم الأرستقراطي الغني لأخبركم حكايتي من البداية لكن لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة في يوم ممتر في الأحياء الفقيرة جاءت إبراء تدعى أنستاسيا بيل كانت تبحث عني في مثل هذا المكان القذر كانت مش مئزة لرؤيتي كنت جميلة جدا كان ريبادران ساطع سألتني عما أفعله لوحني في الشارع أخبرتها أن والدتي ما زالت تعمل أسألتها عمن تكون لا أعلم كيف لكن بدأ كما لو أن تلك المرأة تعرفني جيدا كانت أمي ذات جمال رائع في اليوم الذي كانت حامل بي هربت بي إلى الأحياء الفقيرة كانت تنام في الشوارع دون صقف يحميها تتوسل من أجل الحصول على بعض الطعام وتنام بين السفحين والمشردين كانت في حالة خوف دائمة كما لو كان شخص ما يلاحقها ثم ذات يوم والدتني في الشارع بعكس المكان القبيه الذي ولدت فيه كنت كملاك بعيون الزمرد مرد المواسم وبحلول فصل الشتاء أصلت بالمرض بسبب البرد الذي لا يرحم لم يكن لدى أمي حتى عملة واحدة ولأول مرة في حياتها بدأت تعمل في الأشياء القذرة أخبرتني السيدة أن أمي مريضة جدا صدمت لذلك لم أكن أعرف سألتها إذا كان بإمكاني فعل أي شيء لها ثم قام شخص ما بدربي على رقبتي وأغمي علي ثم قالت المرأة للرجل أن ينظف أثار مجيئهم هنا سألها عن أمي وأخبرته أن يحرق المكان توتر الرجل ثم أخبرته أنها تمزح لكن أقسم أنها لم تكن كذلك بعدها شممت رائحة حلبة وكانت الأرضية ناعمة رقيقة ظننت أنني موت وأنا الآن في النعيم نادت علي إمرأة وسألتني هل أنا بخير سألتها إذا ما كنا في النعيم الآن أحضرت للطعام كنت متفاجئة لكني فكرت بأمي قالت تلك السيدة أنها مريضة سألتني بعدها المرأة لماذا لا أأكل وهل أنا مريضة سألتها أين هذا المكان وأين تلك السيدة الجميلة وأخبرتني أنها ستأتي بعد أن أستحم أتناول الطعام كانت المرأة متوترة عندما تحدثت فجأة دخل شخص ما الغرفة وقال للمرأة ألم أخبرك أن تناديني عندما تستيقظ رحب بي وعرف عن نفسي على أنه هيران بل معكم الخطابة كغوريتشان ابن الأول معروض للزواج شروط الزواج؟ تكوني أكبر من 12 سنة بتكتب حلم أو الدريم في التعليقات ورح أختار عشوائي لتس جو صبايا قال أنه في الخامسة عشر من عمره هو أكبر مني بثلاث أعوام فقط أخبرني أن لا أخجل أو أخاف منه لكني كنت خائفة جدا وطلبت منه أن يعيدني لوالدتي فأنا لم أخبره أنني جئت لهذا المكان ثم سأل كيران المرأة عن أمي لكنها توترت مرة أخرى وقالت أن السيدة أخبرتها فقط بجعلي أستحم وأتناول الطعام لقد كان كيران كجوهر مشعة جميل جدا سألتها إذا كان حقا أستطيع أن أستحم قالت المرأة بالتأكيد وأنها ستساعدني على الاستحمام أيضا وعندما أمسكتني كان كيران يصل دماءا وتدهورت حالته في ثوان خفت كثيرا لم أكن أعرف ماذا أفعل اجتمع الكثير من الناس في الغرفة وكانوا قلقين جدا نظر إلي وهو خارج كنت مصدومة سألت المرأة هل سيموت أم لا أخبرتني أنه سيكون على ما يرام وأخذتني لأستحم ألبستني ملابس لطيفة وأخذتني لتلك السيدة الجميلة شكرتها على ما فعلته لي وأخبرتني أنني أصبحت أجمل الآن قلت لها أنني أرود رؤية والدتي أصبحت شاحبة وأخبرتني أنني لا أستطيع رؤيتها بعد الآن حدقت فيها مصدومة أخبرتني أن والدة اقترفت جريمة كبيرة فهي قد سرقت شيء ثمين لم أصدق كلامها كانت تبتسم بطريقة غريبة وهي تنظر لي ثم قالت أن هذا الشيء كان عزيزا جدا على قلبها ثم سرخت في وجهي أخبرتها أنني سأجد هذا الشيء فربما لم تسرقه أمي ربما أضاعته فقط وأن أمي ليست لصة ثم أشارت لمرأة كانت تقف بعيدا أحضرت صندوقا كان يوجد به مقص أخبرتني أنه إذا أقسمت بأن أعيشك كاميليوس بيل من الآن فصاعدا فإنها ستعدني بأن لا شيء سيحصل لوالدتي قلت لها أن اسمي كاميليا لكنها قالت لا اسمك كاميليوس ثم أمسكت المقص وقالت أنني سأبدو أجمل بالشعر القصير ثم قامت بقص شعري ظلت أبكي أخبرتني المرأة أن أمي لا تعاقب بل يتم علاجها وأن السيدة ليست شريرة لكن علي أن أصغي لكلهما كانت تقصد السيدة ووالدي سألتها عن والدي وهل تعرفه ثم أردتني صورة له كنت نسخة طبق الأصل عنه ثم خطرت في بالي ذكرياتي مع أمي كانت تخبرني أن لدي شعر كالعسل وعيون كالزمرد وأنني النسخة مشابهة من والدي في اليوم التالي بينما كنت أتمشى في الحديقة كانت الخدمات يتحدثن عن سبب إحضار السيدة لي للقصر وأنني الطفل غير شرعي للسيد لماذا قد تحضرني ولديها كيران كوريث شرعي ثم قالت خاني ما أخرى أن ذلك بسبب مرض كيران كان النبلاء ينظرون إليهم بنظرة شفقة لكنها كانت ترسل رسالة لهم أنه إذا حدث شيء لكيران سيبقى منزل السيد قويا كنت مشتتة كان هذا المكان كبير جدا أخبرتني السيدة أنني سأدرس في جناح كيران لكني لا أعرف القراءة ولا الكتابة قالت هذا ليهم ثم أخبرتني أن والدي سيعود قريبا وأنه متحمس لرؤيتي كنت حزينة أنا فقط أريد رؤية أمي المكان هنا كان جميل جدا إنه مختلف تماما عن ذلك الحي فجأة سنعت صوت إطلاق نار خفت واختبأت خلف المرأة ثم رأيت فتى بعيون زرقاء وشعر أسود كالليل كان أخي بجانبه ركض إلي بسرعة وعنقني قال بأنه كان قلقا علي كان اسم الشخص الذي معه كلود عرفه علي بصفتي أخاه الصغير قال كلود بأننا متشابهان أمسك بالبندقية مرة أخرى وأشار على أذنيه لم أفهم ماذا كان يقصد لكنه أخبرني أن أغطي أذني أطلق كلود النار كان منظرا رائعا حيث انتشرت رائحة البارود وغطت على رائحة الورود لكنه كان مخيفا في ذات الوقت في ذلك اليوم أخبر كلود كيران لماذا هو غير منزعج من ظهور أخي له لكن كيران أخبره لماذا يجب أن أكون منزعج قال كلود أن وجود دليل على الخيانة فقال كيران الخيانة تتطلب ثمن وأن أخي كاميليوس قضح كثيرا كان كالسقر والثعبان كان كيران سعيدا بوجودي فكر كلود في أننا وكيران متشابهان تماما بالشكل لكن لا شيء آخر غير ذلك كان ينظر لي من النافذة طلقت عيوننا وظل يبتسم لي ذات مساء كنا نتناول العشاء لكن لم يكن لدي رغبة لذلك أخبرني أخي أن أكل جيدا لأنني أبدو نحيلة وقالت السيدة أنني أبلي جيدا في دروسي كانت دائما وتقارنني بكيران حيث كان من أفضل الطلاب الأكاديمية وأن علي أن أصل إلى مستواه وإنجازاته كانت نبرتها أبو خيفة أخبرها كيران أنه قد مضى أسبوع واحد وأنني أبذل ما بوسعي اعتذرت لتغادر وأخبرتني بنبر التهديد أنها ستكمل حديثها لاحقا كنت أخاف منها لكن نظرات أخي كيران تهدئني حينها قام بإخباري عن كلود وأنه وريث أكبر دقية في الشمال هو في مثل عمر كيران وأثبت نفسه كوريث كفء فكرت في كم كان جميلا لكنه مخيف واقترح علي كيران أن نذهب معا في المريات القادمة للصيد لكن أنا لم أمسك من دقية في حياتي أخبرني أن لا أقلق كان أخي لطيفا جدا سمعنا ضجة في الخارج فقد كانت الخانمات يصرحنا أن السيد قد عاد ذهبنا للقائه كان يحتضن زوجته كانت المرة الأولى التي أرى بها أبي كنت خائفة جدا ثم جاء إلي وأخبرني أن أقترب منه أعانقني وربت على رأسي ورح بيبي المنزل لا أعرف لماذا لكن الدموع انهمرت على وجهي في مساء ذلك اليوم كان والدي يتحدث مع السيدة ويقول أنه لا يحتاج لإبنه وكيف تقبل أن تجعل الفتاة تمثل كأنها صبي أخبرته أن هذا لن يدوم للأبد فهذا فقط حتى يستعيد كيران عافيته وأن يعتبرني بديلا مؤقتا أو كخادمة كان أبي مستاء جدا بأنها قاسي لتجعل فتاة تعيش كصبي من أجل إثبات المكان فقط فتخبيره أنه هو القاسي من سمح لنفسها أن يتزوج من خادمة وبدأت ذكرياتها فعندما كان كيران يخطو خطواته الأولى بدأت معادة الخادمة بالانتفاخ أي تقصد أمي بذلك كانت تكره فكرة أن كل المنزل يعتني بأمي وماذا ستفعل إذا كانت حامل بصبي وذات يوم كان كيران مؤمن عليه في البرد القارس تبسلت أمي لأن يصدقوها بأنها لم تفعل أي شيء ليست هي من فعل ذلك لكيران أخبرها والدي أن تغادر قبل أن يغير قراره نرجع للواقع أخبر والدي أن مكانة العائلة لنتزل لأي سبب كان وأن كيران هو ابنه سيفعل أي شيء من أجله وتخبره أن تلك المرأة أي أمي هي المسؤولة عما حدث لكيران وأنها تعاني من كوابيس بسبب ذلك ويخبرها والدي الأحمق أنه لن يسامح أمي أبدا ذات يوم في حفلة شاي للأمهات كانت تثلج هذه هي الأميرة الملكية وهذه لا أعلم اسمها لنسميها ذات الشعر الأحمر كانت تحب كلود كانت الأميرة وذات الشعر الأحمر تنظراني من النافذة للرؤية الفتيان لكنها لاحظت بأن كلود ينظر إلي حينها كنت أريد فقط تذوق الثلج أخبرت السيدة الخادمة بأن تأخذني لغرفتي كنت أشعر بالبرد كان الجميع يقول كم أنني أنا وأخي متشابهان ثم تسأل الأميرة السيدة إذا ما كنت صبيا فعلا كانت تقول أنني جميل جدا فالجميع تقد بأنني فتاة وكانت الفتاة ذات الشعر الأحمر تقول لو لم أعلم أنه فتاة كنت سأغار منه لا أعرف ماذا ستفعل إذا علمت أنني فتاة الشائع المنتشر عني هو أنني ابن السيد الذي كان يتعالج في مكان بعيد بسبب مرضه سحبني أخي وقال أن كلود سيعلمني كيفية إطلاق النار ثم سألني السيد كلود سؤالا غريبا لماذا تذوقت الثلجة قبل قليل؟ أجدته بأنني كنت فضوليا وقال فضولي ها؟ هل مذاقه حلو كان؟ كان الآخرين يضحكون أعطاني برودة الصيد كنت مترددة في حملها ثم جاء من خلفي وأمسك يدي على وضعية التصويب واسألني مرة أخرى كيف كان مذاقه؟ توترت وخف ثم أطلقت النار صرخ الجميع فجأة لم أعرف ماذا حدث لم أرى أن يد كلود كانت على حديد البندقية حرقت يد كلود بسببي جلست أبكي وأخبرني لماذا تبكي أنا هو من أصيب نزلت على الأرض أجمع الثلج استغرب مني ثم وضطه على يده كنت أرتجف من الخوف اعتذرت له كنت خائفة لأنني أذيت نبيلا هل سيصفعني؟ سيضربني؟ أو ربما سيقوم بإعدامي؟ لا أعرف ما الذي سيحدث لي إذا علمت السيدة أنستازيا بالأمر أنا فقط أردت رؤية أمي في هذه اللحظة جاءت العقربة ذات الشعر الأحمر دفعتني ووضعت منديلا على يد كلود المحترقة وجاءت الأميرة التي طمائنا على كلود لكن عندما رأت أخي تغيرت تصرفاتها مرة أخرى قال كلود أنه مجرد حرق صغير نظرت إلي العقربة بنظرة ساخطة وندتني بالمعتوه وهل إذا كان لدي فكرة عن مدى خطورة الأمر وكوني صغيرا ليس عذرا لما قمت به كان أخي غاضبا وقال لها هل ترفعين صوتك على أخي الصغير؟ كانت خائفة وغاضبة في نفس الوقت وقالت أن يد كلود كانت لم تكمل كلامها حتى رجع أخي لسؤالها مرة أخرى هل كنت ترفعين صوتك على أخي؟ اعتذرت وقالت أن غضبها تحكم بها وقال لها أن تعتذل لي ليس له قال لي أخي أن أذهب واعتذل لكلود بشكل مناسب ذهبت إليه واعتذرت ضحك وقال لي أن أعيد ما فعلته لم أفهم عليه قال ما فعلته بالثلج فقد سعده ذلك أكثر بكثير من المنديل حينما عدنا للمنزل ضربتني السيدة وأطاحتني أرضا وصرخت علي كيف أنني أجرع على النسيان هويتي والطمع في مكانة كيران وقالت أيضا بأنني أهز ذيلي لصاحب السمو الأمير واللورد كلود ذلك للحصول على فضلهم وإيصالي لمكان ما وكيف أجرع على إحراج كيران؟ لم أفعل شيئا سوى البكاء أخبرتني أن لا أبكي وأنا لا أستحق البكاء وهددتني أن دور الوحيد هو البقاء على قيد الحياة لا شيئا آخر وأنه إذا تجاوزت الخط لن تكون متساهلة معي في هذا الوقت كان كلود يستمع لكل شيء ذهبت للحديقة لأبكي بعدها جاء كلود إنحنى وجمع كومة من الثلج ووضعها على خدي حدقت به سألني كيف أشعر لم أجب حتى لكنه ذهب جلست أحدق ما الذي حدث للتاو؟ في ذلك اليوم في غرفة والدي والسيدة أخبرها أبي أنها إذا إرادت تربية فتاة كصبي عليها أن تكون متسامحة معي صرخ بأنها كيف تضرب الطفل؟ إنه الآن ابننا صرخت هي الأخرى وقالت أنها كانت تعطيني درسا وقالت بأن والدي هو من ترك أمر التعليم لها لذا لست لديه الحق في أن يتكلم حتى وقالت أنها أضطرت لاستعمال العنف لأنني أستمر في افتعال المشاكل وأن كل ما تفعله هو لمصلحة كيران أخبرها والدي أنها أول مرة له أن يعلم بأن خطأ صغير من طفل قد يضعف مكانة العائلة وأن ربما أفعل شخص آخر هي من تجلب العار خرج من الغرفة وسأل كبير الخدم إذا كانوا قد وجدوا والدتي أم لا أخبره الرجل أنها غادرت ذلك المكان يقول البعض أنها غادرت للبحث عني والبعض الآخر يقول أنها ماتت للأسف أخبره والدي أن يصمت ولا يقول شائعات ليس لها أساس من الصحة وبدأوا يتحدثون عن أمور سياسية فقد وجد منجم ألماس على المناطق الشمالية المحايدة استورت عليه العائلة الإمبراطورية ويعتقد أن هناك حرب على وشك الحدوث قال والدي أن التحركات ضد جيور وهي المملكة المعادية قد بدأت بالفعل وفي وسط الكلام جاء خادم يصدق من المشكلة حدثت مع تنفس كيران كانت حالة كيران حرجة جدا حيث أن الدواء لم يعد مفيدا صرخت السيدة على الطبيب بالبحث عن دواء آخر لكنه قال بأن هذا الدواء هو الأفضل في الإمبراطورية بأكملها كان والدي يائسا للبحث عن حل ما وأخبره الطبيب أن يذهب للمنطقة المحايدة في شمال جيور كان كلود يستمع لمحادثتهم وقال بأنه يعرف طبيب يعرف بسيد الأطباء بإمكاني يأخذ كيران لهناك ليتم علاجه لكن الطبيب يكون طبيب العائلة الملكية المعادية لكن قال كلود أن الطبيب مدين له بخدمة وأنها خسارة لأن يفقل شخصا موهوبا مثل كيران جرت السيدة وهي تبكي وتصرخ بينها ستفعل أي شيء لإنقاذ ابنها لم يكن مسموحا لي بزيارة أخي دون موافقة كنت خائفة عليه أنتظر خارج لسماع أي خبر عنه ثم خرج السيد كلود حييته لكنه تجهلني ثم التفت وسألني عن عمري ثم أجبته أن عمري 12 عاما وسألني إذا ما كنت أذهب للأكاديمية أخبرته أن هناك معلم يعطني دروسا خاصة في المنزل حدق بي وأخبرني أننا سنلتقي مجددا في الثانوية ثم مرت أربع سنوات وأنا في عمر 16 من عمري الآن ذات يوم كنت أسبح في بحيرتنا كانت مربيتي خائفة وتخبرني أن الجولة يزال باردا على السباحة وقالت لي أن أقص شعري لكن ما هو غريب لماذا كان الجميع يحدق بي هكذا؟ قالت مربيتي لأنني وسيم وأن السيدة أنستازيا سوف تعود بعد عدة أيام وأنها ستقطع رؤوسهم إذا رأتني بالشعر الطويل كنت أتساءل عن حال أخي لقد مرت أربع سنوات منذ ذهبه للشمال لتلقى العلاج اقترح ملك جيور أن يجعل كيران يدرس في الشمال في فترة علاجه كان والدي غاضب من أن ابنه أصبح رهينة بيد الشمال لكن السيدة لم تستسلم وأخذت ابنها لكن مع مرور أربع سنوات لم تصني أي رسالة من كيران ولا حتى من صديقه كلود كنت أتمنى أن يعود بصحتها الكاملة غير ذلك لم أستطيع البحث عن أمي والعودة لها فما جاء خدم وأخبرني أن هناك ضيوف من الأكاديمية وأنهم قد جاءوا لرؤيتي كان هناك رجل يتحدث مع والدي أنه لا يجب أن يؤخر دخولي للأكاديمية وإلا سيلاحقون غضب الإمبراطور كان والدي يرفض للفكرة لكن الرجل أصر على ذلك وقال أن عائلة إهار تتمنى رؤية كاميليوس في الأكاديمية استغرب والدي لماذا قد يريد كلود ذلك عندها دخلت الغرفة وسألت لماذا يريد كلود مقابلتي جلست بجانب والدي فجأة خطلت في بالي ذكريات عن كلود كاميليا استيقظي عزيزتي قال والدي أنه إذا كانوا يريدون أخذي للأكاديمية فهو يريد غرفة خاصة لي ومرافق أيضا قال الرجل أن غرفة خاصة ممكن لكن مرافق هذا ضد قوانين الأكاديمية ثم قال أنني سأحصل على مسكنا في العاصمة حينها أخبرت والدي أنني أريد الذهاب وأنا السيدة ستسمح لنا بذلك فعدته أنني لنجلب العار للعائلة ييسابي عندما رأى حماستي وقال أنه سينقش الأمر مع زوجته ليجد له المكان المناسب شكرته على ذلك قال الرجل أن الآباء لا يمكنهم رفض أي شيء لأطفالهم وأنني سأبدأ الدراسة بعد ثلاث أسابيع ثم اعتذروا للمغادرة واتفد إلي أحد المعلمين ونظر إلي بنظرة مثيرة بس مثير للقزز طبعا اتذكر هذا الشخصية تمام؟ كنت سعيدة العاصمة هناك حيث تتواجد أمي أتساءل كيف تعيش؟ إنها لا تعرف أنني أصبحت بيلي الآن لا يمكن أن تكون قد نسيتني كانت دائما سعيدة عندما كنا معا لم يكن هناك أسران نخفيها على بعضنا هذه هي فرصة الوحيدة للعودة لحياة القديمة حان وقت الودع يا رفاق سأكمل لكم قصتي في حلقة أخرى رجاء إلى أعجاب والاشتراك